بسم الله الرحمن الرحيم اه نهاردة نكامل مع بعض اه نكامل مع بعض اللي احنا كنا بنخلصه في موضوع الفورم بتاع الميلز لو فاكرين احنا ما كاملناش في حاجات حاجات احنا ما عملناش زي ما عملناها في الدايت ايتمز دهوقتي احنا هنروح للبرنامج اللي هو باي تشارم ونرن القودو بتاعنا تاني تمام وهنروح لل للجوجل كروم للصفحة بتاعتنا اللي هي بتاعت الميل فورم فيو وندوس على الاست فيو لو دوسنا على الاست فيو مش هنلاقي حاجة هنلاقي بس وبيقولك الميل وسيبها فاضية ليه لان هو بالدفولت بتاع الاودو ان هو لما انت بيكونش اصلا عامل تري فيو بيجيب لك الاسم الاولاني وخلاص اللي هو اسم اللي بعد الايديا على طول بس اول حاجة في الموضل اللي انت عملته طيب بيش احنا بقى هزين نعمل نعمل حلو اه هزين نعمل قصدي حلو زي اللي احنا عملنا هنا في الدايت ايتمز احنا مش عملنا هنا حاطينا يعني عارف حاطينا شوية حاجات كده يعني حاطينا مثلا ان هو ايدي ايتمز ايدي كان موجوده اصلا لكن احنا نعمل طيب احنا نعمل زيهم بقى في ايه في الميل منيو نفس الطريقة برضو اللي احنا عملناها هنروح للتنبلت اللي هو بتاعنا. اه ونقلد واحد من الريكوردز دي. طبعا احنا مش محتاجين نقلد بقى واحد من الريكوردز دي احنا وردي خلاص يعني حفزناهم. هننزل كده تحت. ونحن هم عاملين ايه? نحن هم عاملين بتاعنا. انا بتاعه. ما انا مش راقط نكتبه تاني. احنا نراجعه بس. احنا عملنا ايه? اه هو نفس اللي احنا نسخناه من فوق بس احنا هنغير مش طبعا. اللي هو قصدي انا على الايه? على اللي فوق. اه فين هو? اهو اللي هو ده اول واحد بعد كده احنا عملنا ايه? عملنا اعملنا اعملنا بعد كده. اهو كان فيه ده ايه? اهو فاكرين ده الفورم فيو. ده تري فيو سوري. ده تري فيو. لو خدت بالكو هو هو نفسه اللي احنا عملنا. زي ما عملنا كده كده اعملنا كوب بس تلي. فكل هنعملو طبعا هنا فيش بوزيشن. اللي احنا عاملينه مفوش بوزيشن. لانت هبتعملو من فرو سكراتش. فده شكله سكراتش. هتعملو ازاي هو نفس الفكرة في زبط كل الحكاية انك انت هتشيل انهارت وهتشيل الحاجات دي هتكتبه كده. هتكتب الموضل وطيب الموضل اللي هو res.users.mail والview والارك. اللي هو يعني بتاع ال xml type. فيه architecture type xml. فيه architecture html. ده هنعد عليه بعدين. وفيه كمان نوع تاني اللي هو بيبقى ال report. اللي هو بيبقى في ال id هنا بتقوله ان هو ده ان نوعه report. ده بعدين هنتكلم فيه وفي الدرس اللي جاي ان شاء الله. اه tree وهنقوله ان احنا عايزين الميل والميل date وال user id والnot. وال total calories. وال total items. الحاجات دي كلها فين? موجودة في ال اه في ال products هنا. طيب ماشي. هو في حاجة اسمها total items عندنا. ما عندناش total items. ما عندناش total. عندنا total كالوريز عندنا نوت عندنا user id عندنا. وعندنا وعندنا نيم. لكن ما عندناش total items دلوقتي. فاحنا هنشيل total items دلوقتي. تمام? اوكي وهنعمل save. ونعمل restart للسيرفر ونشوف اي error هيطلع هينط علينا هنا على طبيعي. هينط طلنا في وشنا في الايه? في ال terminal. طبعا شايفين ال warning ده اللي هو بتاع ال unknown field. شايفين الكلام ده? هو من الاخر بيديك الحل بتاعه. يعني ده في في على فكر قدام او في قدام يعني هنتكلم فيه هو بتاع ال access rights. وهو already كتب لك الحل. بس احنا مش نتكلم في دلوقتي احنا خلل نتكلم في الموضوع المهم. وهو ده حد ده فيش warning. ال warning دي عادي ممكن نتغضع عنها ونشتغل عادي من مش مشاكل. نرجع بقى هنا هوات وندوس على ميلز ونشوف شكل اللصه. الشكل تغير تماما. بقى عندنا الميل نيم والميل ديت واليوزر اه والميل يوزر. والميل نوت والتوتل ميل كالوريز. السواء لسه ما حسبوش. لا حسبو هنا هون. بس هو مرحل شوية. اه ان انت هنا لما تجي تدوس كده. وتغير حاجة الميل التوتل ميل كالوريز هيطلع لك هنا. طب انا عايز التوتل ميل كالوريز يطلع له هنا كامبرمور. ما ينفعش يعني ولا ينفع? اكيد ينفع. طب تعال لك نجرب. نجي نروح كده للفاكرين احنا عملناها ازاي في دروس اللي فاتت? طيب لو فاكرين قولوا بقى. احنا نروح هنا اهو ونعمل هنا اتبيوت جديد اسمه تمام? ويساوي ونكتب بقى ايه? توتل كالوريز. تمام? توتل كالوريز. ندو سيف. وبقى كده نروح نشوفه على الايه? على الفيو. شفتو? جمالي كمان بتاعة الليستة كلها. تمام? احنا ممكن كمان نعمل حاجة تانية حلوة بقى ايه هي? ان احنا نعمل كمان ان مسلا لو العدد هنا عدل خمسمية فيجي لني هنا او يجي لي هنا مسلا بولين ويقول لي ايه? يقول لي دي ايه? ولا ايه? ولا نوت ايه? ودي برضو حاجة حلوة برضو يعني ازا بيزنس اا بيزنس سوليوشن في الشغل اللي ممكن يجي لك. ممكن تطبق برضو الفكرة دي على اكتر من طلب ممكن يطلب منك العميل في بتاعها على الاودو. شكرا والسلام عليكم.